وهناك مدح وثناء مثلا ينقل عن مفتي عمان موجود على اليوتيوب حول الإمام علي عليه السلام أنه كان من أفقه الصحابة وأعلمهم بكتاب الله وما شابه ذلك ولكنهم هنا يخطئونه فيما قيل تخطئة سياسية ماذا يقولون؟ يقولون كان علي في وضع اضطره لأن يقبل بالتحكيم قبول التحكيم كان قرارا خاطئا من الناحية السياسية لم يكن صحيحا وكان ينبغي أن يتراجع عنه لكن هذا يبقى ضمن دائرة الخطأ السياسي إن صح التعبير خطأ تدبيري وليس خطأا كفريا يجر إلى تكفير وبراءة هذا الكلام الآن هو الدائر والموجود عند قسم من المعاصرين منهم ولا سيما في أكبر شخصياتهم المعروفة وهي مسجلة كما قلت هل هذا هو تطور في المذهب الإباضي؟ هل هذا رأي نفس هذا العالم دون الباقين؟ هل هو غير ذلك؟ هذا يحتاج إلى بحث خاص ولكن في هذا المقدار هذا الشيء الآن موجود أنهم الآن لا يظهرون قضية فكرة الولاية للشيخين والبراءة من الصهرين أكو إظهار في مقابل هذا لشيء من الثناء والمدح على الإمام علي عليه السلام أكو هناك كلام في أن خطأ قبول التحكيم ليس خطأ يجر إلى قضية تكفير القائم به وإنما هو خطأ سياسي تدبيري إذا كانت هذه الأفكار الآن هي الأفكار السائدة فهذا بلا شك سوف يخفف كثيرا من حالة الإبتعاد بين الإباضية وبين سائر أبناء الأمة لأنه بالتالي حتى غير الشيعة بالنسبة إلى الإمام علي عليه السلام وإن لم يكونوا يرونه الإمام الأول ولكن لا يرون خطأه وأنه قد أذنب بقبول التحكيم أو أنه يجب عليه أن يتوب يرون عمله عملا صحيحا وأنه هو يعني الرأي العام في مدرسة الخلفاء يرون أن عمله فيما قام به من التحكيم عمل معقول ولا غبار عليه طيب إذا كان هذا هو الرأي الشائع الآن وهو الذي يبشر به وينشر ويتكلم فيه فهذا من التطورات الحميد والحسنة التي سوف تنتهي إلى شيء من التقريب ليس فقط بين الإباضية والإمامية فهذا واضح أن الإمام علي عليه السلام بالنسبة إلى الإمامية أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بل هو في عمله معصوم فمثل هذا الموقف الذي يعبر عنه بالموقف التصالح النسبي سوف يكون له إذا استمر وإذا دعم سوف يكون له أثر طيب في العلاقة بين أتباع هذا المذهب وبين الإمامية من جهة بل بين سائر أتباع مدرسة الخلفاء أيضا